موسيقى حياكم الله مشاهدين كرام و أسعد الله و قاتكم كل خير نافقكم اليوم في أولى حلقات برنامج ميزان الصحة حيث نناقش مواضيع عديدة في مجال الصحة و الطب و نتطرق إلى آخر ما توصل إليه الطب فأبقوا معنا موسيقى أجدد بكم الترحيب مشاهدين الكرام يسعدني نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة سارة إبراهيم خبيرة في التغذية و الصحة العامة أستاذ الله بالخير و راح فيك في برنامجنا الصحي الطبي أهلا بك أستاذ يعقوب و أهلا بكل مشاهدين طبعا اليوم راح نتحدث عن مشكلة كبرى تهم العالم ككل تهم الدول بشكل عام وهي المشكلة المناخية في بعض التغيرات المناخية مثلا تحدث في دول العالم بشكل كبير و في بعض المشاكل أيضا تحدث مثل التلوث البلاستيكي على سبيل المثال و أثرها على صحة الإنسان بشكل عام بداية ما هو التغير المناخي بشكل عام هو التغير المناخي دلوقتي مشكلة هي دولية لأنها بتواجه كوكب الأرض كله فبتواجه كل البشر اللي متواجدين على كوكب الأرض هي المشكلة بتاعت التغير المناخي هي مشكلة حصلت بسبب سلوكيات خطيئة تمت من أفراد أو من بعض الدول اللي هي بتتتمد على الصناعة بشكل كبير أثرت المشكلة ديت على أنه تغير حالة المناخ أو تغير حالة الطقس من الاسم التغير المناخي فهو تغيرت حالة الطقس و ترتب عليها أنه دوت ممكن يعمل أثر أو خلل في التوازن البيئي زي مشاكل كتير ممكن تسبب لانقراض بعض الكائنات الحية اللي هي بتفيد البشرية تأثر على المحاصيل الزراعية تعمل مشاكل مثلاً اللي هي تعمل على زوابان جبال التلج و دوت يعمل مشكلة ارتفاع منسوب المياه فبعض الدول أو بعض المناطق الساحلية تبقى عرضة للغرق أو اللي هو الطفان أو ارتفاع منسوب المياه ده يأثر عليها بشكل كبير وعلى المحاصيل فهي بتبقى مشكلة دلوقتي بتواجهنا لازم ما احنا نبتدي نعمل لها حل حيث نتفادى العواقب بتاعتها صحيح يعني التغير المناخي لها مشاكل كثيرة على الفرد وعلى الدول على العالم بشكل عام لكن في أسباب كثيرة أتوقع لابد نحن نتطرق لها اليوم في هذا المجال وهو التغير المناخي صحيح ما هي الأسباب بشكل عام؟ من أسباب اللي هي أكتر الأسباب اللي عملت المشكلة دي مع حدوث الثورة الصناعية ابتدى أن نحن نستخدم الوقود الإحفوري بشكل كبير صحيح فالوقود ده تسبب الاحتراق بتاع الوقود الإحفوري سبب زيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون دي انبعثات الغاز كمان قطع الأشجار كمان اللي هي بتنتص أو المفروضة اللي هي تنتص غاز ثاني أكسيد الكربون وزيد الأكسوجين دوت كمان سبب زيادة المشكلة بعض السلكيات الفردية عدم إعادة التدوير لإستخدام الخاطئ للبلاستيك مشاكل كتير قدت للموضوع دوت كمان قطاع السروة الحيوانية كمان بيسبب زيادة في غاز الميسان اللي هو بيبقى أشد أسر أو خطورة من غاز ثاني أكسيد الكربون نعم ممكن أن سباب كثيرة ومشاكل كثيرة حدثتها التغيرات المناخية في العالم بشكل كبير النقطة المهمة اليوم في حلقتنا ما هي العلاقة بين التغذية والتغيير المناخي في علاقة ممكن تكون طردية خلنا نقول بين الاثنين مما لشك فيه أنه أي سلوك بشري هيأثر على الكوكب أو هيأثر على المناخ بشكل عام بالضبط فالسلوك البشري أو اللي هي على قطاع الأطعمة أو قطاع التغذية بيسبب امبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقريباً ربع الامبعاثات اللي هي بتاعة ثاني أكسيد الكربون قطاع السروة الحيوانية كمان بيسبب امبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أكتر من كل السيارات والطيارات والبواخر الموجودة في العالم كل فالتغذية سلكيات كمان الفرد في التغذية من الإسراف هدر الطعام سوء إعادة التدوير دوت كمان سلكيات بتأثر على مشكلة التغير المناخ وكيف تأثر مثلا الإسراف في الطعام كيف يأثر على البيئة لما أنا دلوقتي بالضبط لما أنا دلوقتي عندي كمية من الطعام هي علشان يتم إنتاجها سبب انبعثات غاز ثاني أكسيد الكرمون طب أنا لما بستهلك زيادة عن حكتي ده معناي يا إما أنا بضر بصحتي يا إما أنا بحرم الأجيال القادمة من موارد طبيعية تكون موجودة لهم لأن أنا مسرف استخدمت الشيء بسوء استخدام أو أن أنا ههدر الطعام اللي هو علشان ينتج أو علشان كده حصل مشكلة في المناخ فأن أنا ههدره فيبقى السلوك اللي هو غير إنساني ده أن أنا أستخدم أو أن أنا أسرف في الشيء ده هو تسبب مشاكل أثرت على صحتي وعلى الفرد وعلى المجتمع كمان وعلى المشكلة العالمية بتاع التغيير المناخ أكيد الهدر الطعام ممكن أن نشاهده في الأون الأخيرة منتشر نوعا ما هدر الطعام وحتى المبالغة في تناول الأطعمة بشكل عام خصوصا أنه الآن العالم بشكل عام في أطعمة كثيرة متنوعة صحية كانت أو غير صحية لكن كيف نحن ممكن نقلل من هذا الهدر بشكل عام للطعام من أجل الحفاظ على أنفسنا والحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة وعلى المجتمع بشكل عام هدر الطعام هي مشكلة كبيرة جدا ومشكلة هي المفروض أنه هو سلوك أنه يبقى عندنا إحساس بالمسؤولية اتجاه النعمة التي هي موجودة عندنا صحيح ومفروض أنه نحن متواجدين على الأرض علشان بنعمر في الأرض فالهدر ده سلوك عكس أنه نعمر في الأرض إطلاقا كمان هدر الطعام ده بيعد تقريبا تلت الطعام اللي بيتم إنتاجه سنويا بيهدر تلت الطعام ده كمية كبيرة من الطعام يعني تخيل 1.3 مليار طن من الطعام بيتم هدره الطعام ده كافي لإطعام كمية كبيرة من البشر لكافي لإطعام تقريبا 2 مليار شخص يعني دوت يغطي احتياج كل الأشخاص اللي بيعانوا من المجاعات وبيعانوا من مشاكل اللي هي في العالم ككل دوت في العالم ككل دوت في العالم ككل من المسؤول عن هذه المشكلة؟ الأفراد أفراد المجتمع ككل أفراد المجتمع أيها في كل أنح bullshit كل الأفراد اللي بتهدر الطعام بدون إحساس بالمسؤولية هي السبب في المشكلة ديك منزوما الحل لهذه المشكلة ولأنا نتطرقنا للتبلج حال الحل أنه يجب أن يتطرق للحل وعي إعلامي بالموضوع علشان نغير نحاول نغير سلوك البشر حسب النعمة أكتر والمفروض هو برضو إحساس فردي بالمسؤولية أن الشخص ما يهدرش في كمية الطعام كمان أن أنا أتجنب المشكلة قبل ما أدور على الحلول يعني إيه أكبر مشكلة أيوة إيه أكبر مشكلة أن أنا بهدر الطعام أن أنا شاري حاجة زيادة عن حاجتي لكن أنا لو مثلا بروح السوبر ماركت شاري الحاجات الأساسية اللي أنا محتاجها شاري بكميات أقل من الطعام ما هيبقاش عندي طعام أن أنا أهدره لكن المشكلة أنه الشخص بيبقى ملانفة بيروح وقال له أنا أخذ كل حاجة مرة وحدة لكي لا أذهب في السوبر ماركت تاني فيطلع بشنطة كبيرة من الطعام وهو مش محتاج مثلا ربعها ويتم أهدره ويرجع تاني لنفس السلوك المبالغة في التسوق يعني يفهم من كلامك في حال أن تناول أو زيادة تناول اللحم يأثر على البيئة سلبا بشكل عام مثل ما ذكرت ونزل تأثير على صحتنا أيضا نحن كأفراد في المجتمع هو أثر السروة الحيوانية على البيئة كبير يعني زي ما قلتلك أنه ده تقريبا الإنبعاثات الغازة اللي بتسببها السروة الحيوانية كمان في بعض البلدان بتعمل على قطع الأشجار عشان تعمل مراعي للحيوانات دي صحيح فبيبقى قطع الأشجار ده تبقى كمان تزيد المشكلة احنا المشكلة أنه دلوقتي بيتم الترويق اللي بعض الحميات اللي هي كل بروتين برحتك كل كتير برحتك آه يعني عارف اللي هو المشكلة أنه احنا يعني هي حتى الآية القرآنية تكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا فهو المفروض أنه احنا الشيء خطر لما بنسرف لو أنا باخد حكتي الطبيعية خلاص بيبقى الفايدة الطبيعية البسيطة اللي ما فيش مشكلة فيها المشكلة دلوقتي أنه برضو في بعض أنواع من اللحوم الغير عضوية بيبقى الأبقار فيها مضادات حيوية دي بتأثر سلبا على جسم الإنسان لكن عموما اللحوم الحمراء دايما بتبقى مرتبطة بأمراض القلب ارتفاع الكوليسترول بالدم السمنة فالمفروض أنه قدر المستطاع نقلل منها كمان في حاجة زيادة أن الشخص لما بيأكل لحوم كتير بيحصل زي الدم بيبقى حمضي لما بتعلى حموضة الدم الجسم علشان يعادل الحموضة دي يبدأ يطلع الكاليسيوم من العظم فتقل النسيق العظمي عند الإنسان غير كمان أنه زيادة أكل اللحوم تعمل على زيادة اليوريك أسد التهب المفاصل تعمل عمان كمان إجهاد الكلا علشان الكلا تتخلص من اليوريا اللحوم أو الأثار السلبية للحوم على الجسم فتحاول لحنا قدر المستطاع لهو حد الاعتدال أيوة لهو الجسمي محتاجه جميل ذكارتي نقطة هي الترويج ممكن الترويج والدعاية والإعلان بشكل كبير للحوم أو حتى المنتجات خد حمية خد خس وكل حوم بس أيوة زيد بروتين وخفف من الكارب على سبيل المثال يعني كل هذه الإعلانات أو الدعاية لها دور أيضا في هذه المشكلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لذلك أنا قلت لك من نحن علشان غير السلوكيات دي برضو لازم دور الإعلام في أنه يرقع تاني يعيد تفكير الأفراد أنه لازم نحافظ لازم منصرف شيئه الطبيعي إلى حد الطبيعي لتناول الشيء ذكرتي السادة سارة الأسباب الرئيسية في التغير المناخ أو الأسباب المباشرة في أسباب غير مباشرة للتغير المناخ على سبيل المثال بعض السلوكيات للأفراد زي مثلا استخدام البلاستيك بشكل مفرد وعدم إعادة التدوير السلوكيات بتبقى للأشخاص هذر الطعام زي ما قلنا ففي حاجات بتبقى غير مباشرة لكن لها أثر المشكلة أنه إحنا عايشين في كوكب واحد أي أثر لكمية كبيرة أو مجموعة كبيرة من البشر هيتأثر للعالم ككل أهمية إعادة التدوير أتوقع لها أهمية كبرى لها دور أيضا كبير في خلنا نقول تقلص الخطر المناخي الذي ممكن يحصل في التغير المناخي الكبير في العالم صحيح؟ إعادة التدوير هذا شيء ضروري وأساسي وحل دلوقتي من الحلول التي توجهنا لكيف نتفادى مشكلة التغيير المناخي لأنه دلوقتي في كمية كبيرة جدا بتستعمل من البلاستيك أطنان من البلاستيك سنويا وكمية كبيرة من يوميا يعني عايزة أقولك مثلا لو ألف شخص شربوا مثلا خمس كباية شاي كارك باليوم ألف باليوم بالسنة كم كباية تتخيل؟ صحيح مليون وثمنمائة ألف كباية ده ألف شخص بس مش مدينة مليون وثمنمائة ألف كباية فعلشان يتم التخلص من النفايات دي بيحصل مشكلة أنها مثلا بعض الدول بتلجأ أنها تكبها في المحيطات والأنهار دوت بيأثر على البيئة البحرية بيحصل مشاكل صحية كبيرة فدور إعادة التدوير دوت لي دور فعال جدا أننا نحاول قدر المستطاع نقلل من خطورة المشكلة دي بعد فيه ممكن نتحدث عن مشكلة كبرى في التغيير المناخي هي المخلفات المخلفات الإنسان التي يتم دفنها مثلا على سبيلها في التربة ورميها في المحيطات والأنهار هذا على جانب أيضا في تلويث البيئة بشكل كبير حتى مثلا رمي المخلفات في البحر ممكن أن تموت من بعدها الكائنات الحية في البحر كل هذه المشاكل لابد أن نجد لها حلول نبدأ بالفرض نفسه بالتوجيه الإعلامي بتعزيز المفهوم بأهمية ممكن اللي حاصل في العالم من التغيير المناخي بعدها نغير صلوك الفرض للأفضل هذه نقطة النقطة الثانية هل ممكن نحن نصير شوي نبتعد عن تناول اللحوم أو المأكلات اللي نشوفها في العالم حين بشكل كبير نتحول إلى يعني بشكل كبير لتناول النباتات هو دوت شيء صحي هذا صحي في الدرجة الأولى لكن هذا حل صحيح وسليم للتغيير المناخي هو دوت حلو جدا ومفيد لأنه انبعصات غاز ثاني أكسيد الكربون تقريبا من شريحة من اللحم تقريبا بتعادل 350 جرام من ثاني أكسيد الكربون للدواجن 50 للأسماك 40 للبقليات أو الحبوب بتبقى تقريبا من 2-8 جرام انبعصات غاز ثاني أكسيد الكربون فدوت بيبقى شيء حلو لكن إذا احنا جينا مثلا أن احنا هل هنبقى نباتيين أو فيجتريان فأنا ما أعتقد أن المنطقة عندنا مشجعين اللحم صعب شوية صعب شوية علينا لكن زي ما قلنا أن احنا عايزين الاعتدال أساسي يعني أنا مش لازم أن أنا أطلق العنان لنفسي واكل كل الكميات واعتبر مثلا يعني بسمع عن حميات اللي هو كل مشاوي بس أو كل حوم بس أو أن أنا أبقى فيجتريان وما كنش خالص في حمية تقريبا هي حمية البحر الأبيض المتوسط الدول ديت بتعتمد في غزائها على زيت الزيتون على المكسرات على البقليات وكمية من الدواجن واللحم وبيبقى نادرة يعني مرة بالأسبوع أو شيء فدوت تتبقى متوازنة أكتر لي الاعتدال في تناول الطعام بشكل عام يعني نشاهد مثل ما ذكرت يعني أنه في يعني طعام بشكل كبير موجود في كل مكان خصوصا الترويج له في كل مكان في برامج التواصل الاجتماعي يعني أتكلم عن أثر البيئة المحيطة في تغيير هذا السلوك تتوقعين صعب جدا ممكن أن نغير في ظل كل هذه التحديات اللي ممكن يواجهها الفرد من مغريات خلني أقول بشكل عام هو لازم تتغير السلوكيات دي لأنه مضطرين لأنه ما فيش كوكب تاني لو المشكلة بتدت تتحقق ما فيش كوكب تاني نعيش عليه وعلشان زي ما بنهتم أن نحن مثلا نترك لأولادنا سروة أو نترك لهم مكان فلازم أن نحن برضو نهتم أن نحن نترك لهم كوكب كويس أو مكان آمن فعلا لأنه فيه موارد طبيعية وفيه حياة موجودة فيه سلوكيات الفرد برضو بالإعلام زي ما هي تغيرت بكترة وسائل التواصل الاجتماعي والتغيير الفكري أو كده تتغير تاني بأن نحن ننشر الوعي ده في كل مكان في وسائل التواصل الاجتماعي في القنوات دي الموضوع فنحس الفرد على اتباع السلوكيات دي لما قلت لحضرتك عن موضوع الأكواب البلاستيك ده أقل شيء أن أنا بس أستخدم المج بتاعي ومثلا وانا رايح الكافي أو رايح أي مكان هيبقى معايا المج فأنا هقلل من استهلاكي كفرد للبلاستيك كذلك برضو للحوم كذلك لهدر الطعام فبعض السلوكيات دي لو كمية أو مجموعة من البشر عملتها يعني كمية كبيرة أو دوليا إن عمل الموضوع ده هيبقى أثر كبير جدا وفعال جدا في موضوع مشكلة التغير المناخ جميل ولابد أن نبدأ بالفرد بالصب نزع دور الأب والأم في ذلك يعني خصوصا لما تنشئ الأطفال على أنهم عندهم خلفية تكون زينة بمعنى آخر أنه لازم يفهم أن التغير المناخي حاصل لابد أن يهتم بالبيئة لابد أن يكون متوازن في أكلها فدور الأب والأم مهم جدا في هذا الجانب بالضبط هو طبعا دور الأب والأم أنهم بينشروا الوعي الصحيح جوه عقل الطفل فهيبقى الطفل هو يعني عنده استقبال أكتر وهيبقى عنده أحساس بالمسؤولية أكتر يعني يمكن مثلا شخص كبر أنه مثلا ما عندهوش أحساس أنه هو هادر الطعام لا مش مشكلة أو كده لكن الطفل بيبقى عنده شوية بالفطرة الطبيعية الموجودة السليمة لجوه لما بيتعلم شيء بينفزه صحيح أنه الأجيال القادمة تبقى عندها وعي أكتر بالصحة وعي أكتر بالبيئة والحمد لله في دولة الإمارات فيه نشر للوعي دوت في كل المدارس كمان فيه وزارة التغيير المناخي اللي بتهتم بكل المشاكل دي وبتنشر كمان الوعي في المجتمع على أهمية إعادة التدوير وعلى كل المشاكل اللي بتواجه الموحل وحتى من جانب آخر ممكن شركة بيئة في إمارات الشارقة أيضا لها دور كبير في إعادة التدوير على سبيل المثال جميل يعني الشيء بالشيء يذكر نشاهد فيه بعض المحالة التجارية الكبيرة والمولات وغيرها نشوف أكثر من سلة مهملات في مكان واحد هذا ممكن لها جانب مهم أيضا في إعادة التدوير ونشر إعادة التدوير في المجتمع أكيد أهمية وجودها مثلا في المنزل على سبيل المثال هو دوت هيقلل أن الشخص يبقى عنده أولا وقت الفرز ذات نفسه هيبقى إعادة التدوير أسهل في وقت الفرز هيبقى فيه البلاستيك فيه المعادن فيه كده والشخص ذات نفسه بيبقى عقله متنبه على السلوكيات اللي بتحافظ على البيئة فالمفروض وهي الشيء ده محطوط علشان يساعد على إعادة التدوير فالمفروض أنه نحن نستخدمه أو المفروض أنه نحن أيوة في بعض الدول مش متوفر فيها مثلا اللي هي أجزاء علشان إعادة التدوير لكن إذا توفر عندنا يبقى من وقبنا أن نحن نستخدم الأفعال دي أو أن نعمل الأشياء دي لإعادة التدوير نستخدمها بالشكل الأمثل والسليم مهم جدا التوعية بشكل عام لأفراد المجتمع لأهمية كل هذه الأمور أهمية وجود المؤتمرات على سبيل المثال أو المنتديات أو الندوات في هذا الجانب هي بتبقى لنشر الوعي كمان مثلا فيه التفاقية باريس دي بتبقى زي التفاقية دولية بين كل الدول علشان يبدو يشوفوا الحلول أو أن يبقى كل الدول مشاركة لأنه في بعض الدول لها أثر سلبي على البيئة أكثر من دول أخرى مثلا زي الصين هي الصين أكبر سبب لإمبعاثات غاز ساني أكسيد الكربون بما أنها دولة صناعية كبيرة فبيبقى زي مؤتمرات أو بتبقى زي التفاقيات بين الدول وفيه دلوقتي اتفاقية موجود يعني دلوقتي في سبتمبر 2019 السنة فيه كمان مؤتمر معمول الأمم المتحدة لشان يبقى فيه جهود دولية اللي هي برضو كل دولة بتحس الأفراد اللي موجودين فيها أن هي ازاي تغير السلوكيات دي علشان تحافظ على البيئة جميل الأستاذة سارة إبراهيم خبيرة في التغذية والصحة العامة أستعدنت في فاصل ونرجع فاصل قصير ثم نعوده بقوة معنا حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل نستكمل معكم حوارنا مع أفصائية التغذية سارة إبراهيم مرحب فيك تحدثنا عن الكثير من تلوث الهواء وأسبابه وكيف ممكن نحل بعض المشكلات التي تواجهنا في المجتمع ونبدأ بالفرد أساسا والبيئة المحيطة نتحدث الآن عن تلوث الهواء والأحداث اللي ممكن تصيب من بعد تلوث الهواء وأسبابه وحتى ممكن على الإنسان ممكن يسبب لها مشاكل صحية وهل تختلف المشاكل من فرد لفرد هو التلوث الهواء دلوقتي بما أنه فيه مشكلة تغير المناخ وفيه زيادة في انبعاثات غساني أكسيد الكربون معناها أن الهواء دلوقتي فيه مشكلة كمان تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة بيزيد من المشكلة أكتر ممكن يسبب أنه الهواء يبقى فيه ملوسات أكتر طبعا مما لا شك فيه شيء أساسي لنا في الحياء الهواء فإذا فيه تلوث في الهواء ده بيسبب مشكلة صحية كبيرة جدا هتختلف المشكلة من كل دولة لدولة على حسب هالدولة صناعية على حسب الأجواء يعني دايما حسب برضو منطقة كل منطقة منطقة يعني بيختلف مثلا مناطق السحلية دايما الهواء بيبقى نقي بيبقى عصل للراحة موقع الجغرافي للدولة بالضبط وبيبقى كمان مناطق السحلية أقل من الأماكن اللي بتبقى مزدحمة بيبقى الهواء فيه أكتر بسبب عوادم السيارات وبسبب الزحمة وكده من شخص لشخص مما لا شك فيه أنه أكيد الشخص لما يبقى مثلا طفل هيعاني من أثر الشيء السلبي أكتر من الشخص اللي هو القوي كبار السن هيعانيه أكتر المرأة مثلا الحامل هيبقى فيه خطورة على الفئات اللي هي بتبقى عندها مشكلة في ضعف المناعة أو صحيا مش تقدر وأثر التلوث الهواء دوت على جسم الإنسان ذات نفسه هيأثر على الجهاز التنفسي وكمان ممكن يأثر على الجهاز العصبي يعني بيأثر على زيادة التوتر ومعدلات الاكتئاب وبتلاقي الشخص يعني بيبقى فيه أشخاص بصلين أنه متعصب في إشارة المنور يعني دائما معصب متوتر يعني فبيبقى لي أثر التوتر السلمي دوت وبيبقى لي أثر دوت أنه شخص مش وصل له كمية من الأكسوجين كافية في الدماغ مش مرتاح التدخين كمان التدخين كمان بيقلل نسبة الأكسوجين اللي طالع على الدماغ فبيبقى الشخص بيعاني أنه هو وظائف الدماغ ما بتبقاش حيوية بالشكل السليم كمان يأثر على الذاكرة فكل دي مشاكل صحية احنا بنحاول قدر المستطاع أننا نتقنبها لكن الأفراد ذات نفسها لازم يبقى برضو عندها الوعي أن هي من حين لآخر تتقنب الأماكن المزدحمة تحاول أن هي تعيش دايما قريب من الأماكن اللي بيبقى فيها خضرة أو التخدير أو العموم لأن الزراعة ذات نفسها بتقلل ثاني أكسيد الكربون وكمان بتزود نسبة الأكسوجين جميل ذكرتي الأشخاص المدخنين هل التدخين لها دور أيضا وجانب في المشاكل الصحية طبعا لكن المشاكل البيئية أكيد لأنه هو الدخان أو العدم اللي بيطلع منه لتدخين دوت بيبقى لي أثر أنه هو كمان بأساد غاز بتأثر على البيئة وبتأثر على كمان صحة الأشخاص التانين يعني هو بيتأثر على الفرد ذات نفسه لكن كمان بتأثر على الناس اللي حواليه وبالعكس كمان دلوقتي فيه يعني فيه سكن سموكر اللي هو المدخن التاني اللي هو ببقاش بيدخن لكن ده وفي دلوقتي السرد سموكر اللي هو بيبقى الثالث الثالث ده اللي هو بيبقى الأساس ذات نفسه أو المصعد أو المكان اللي كان فيه مدخن أو كان فيه دخل بيحمل بعض الأتربة والملوسات اللي بتأثر على الأشخاص اللي يتواجدوا في نفس المكان يعني التدخين كارثة على الإنسان كارثة على البيئة كارثة على العالم ككل فلابد أن يكون فيه توعية أكبر وفيه قوانين بتطبق يعني الحمد لله دلوقتي دولة الأمارات بتطبق قوانين منع التدخين في أماكن كبيرة في أماكن مغلقة قانون كمان منع أنه يبقى فيه دعاية للمنتجات اللي هي بتاعة التدخين ممنوع منع باتة ممنوع تبيع السجائر أو هي أي شيء أي أنواع من التباك وممنوع لأقل من 18 سنة فالحمد لله في بعض الدول بقى فيه قوانين صريمة بالموضوع لكن المفروض الأشخاص تبتدي يتغير السلوك إن شاء الله إن شاء الله نتمنى طبعا بطبيعة الحال ظاهرة التلوث البلاستيكي كيف ممكن أن تؤثر هذه الظاهرات تكلمنا في البارت الأولى والفقرة الأولى على البيئة تأثيرها على البيئة راح نتحدث الآن عن تأثيرها على الشخص نفس على الفرد نفسه طيب إحنا لما بنستخدم كمية كبيرة من البلاستيك تود بيبقى فيه في البلاستيك جزيئات اللي هي بيتكون منها البلاستيك اللي هي اسمها لدائن أو البوليمر اللي هي جزيئات اللي بيتكون منها البلاستيك البلاستيك تقريبا بيكون من مشتقات بترول ومشتقات كيميائية لما نستخدم زيادة عن الحد أو أننا كل يوم بستخدم مثلا أكواب بلاستيك للأهوة وللطعام وللدى للماء على سبيل المثال كل شيء فعني للأسف أن سلوكنا بقى غريب بشكل مش طبيعي ونحن بنستخدم السلوك اليومي من الأول للمية لتناول العصائر للقهوة للأطعمة لكل شيء بقى بالبلاستيك بسبب أن البلاستيك متوفر وبأسعار مناسبة يعني بأسعار بسيطة لكن ده أثر على البيئة احنا تنقشنا فيه لكن أثر على جسم الأنسان أنه بعض المركبات البلاستيكية دي بتكون سمى وأثرها بيبقى على الجسم أنها مع التراكم ممكن تأثر على الجهاز العصبي وأحيانا كمان فيه دراسات بتربطها أنها ممكن تأثر على الغضة الدرقية نحن زي ما عارفين أن الغضة الدرقية كمان مسؤولة عن العمليات الأيد العمليات الحيوية كمان عمليات التي هي بتاعت الحرق بتاعت الدهون فبيبقى كمان ممكن ترتبط بالسمنة كمان البلاستيك دوت علشان الجسم يتخلص من السموم دي ممكن يأذي الكبد ويأذي الكلا فقدر المستطاع أن نقلل من أستخدام البلاستيك كمان فيه شيء ممكن سلوك أن نعمله يزيد من سوء الشيء أن أنا أستخدم الأوعية البلاستيك أو أحطها في درجة حرارة مرتفعة زيز الميا أو شيء فالبلاستيك يتفاعل مع الحرارة يطلع جزيئات أكتر أو أن أنا أترك بوكس للطعام أو وعاء للطعام بلاستيكي في السيارة فترة طويلة فهذا يتفاعل مع الحرارة فيبقى مشكلة كيف نحد من هذه الظاهرة على سبيل المثال أنه ممكن شرب القهوة ممكن تستخدم الكوب لكن الماء كيف ممكن الشخص يتناول بشكل يومي مع الدلات ممكن تكون كثيرة من الماء في العلبات البلاستيكية فكيف نحد من هذه الظاهرة أنا أقل للعبوات الفردية وأستخدم العبوة التي كبيرة أو الجماعية وكل شخص عنده الكوب يستخدم أو للاستخدام الشخصي فأنا أقللت من أستخدام الأكواب البلاستيكية أو القنائي الأكواب بشكل عام أو قصص العبوة أوكي العبوة العبوة أوكي زي ممكن هذا جانب من الحل كمان أن أدوات بتاعة الطعام نحاول قدر المستطاع أنه يبقى كل شخص راقي ومتحضر ومعاه البوكس بتاعه موجود في أدوات الطعام بتاعته ومفيش دعي أن أنا أفضل أستخدام البلاستيك لأنه يبقى لي أثر على البيئة وأثر كمان على صحتي كفار فيبقى قدر المستطاع يبقى فيه كمان لو الشخص ابتدى هو فعلا يبقى معاه الكوب بتاعه وتبتدي تتنبه مثلا بعض المطاعم أن هي توجد حلول أن هي مثلا يبقى فيه فأوعية زجاجية والشخص يرجعها لو مثلا مشترك مثلا أو شيء حاول قدر المستطاع نحن نعتمد على حمية الغذائية بتاعتنا من البيت فنقلل كمان الأكياس نحن نحاول نكون نستخدم مثلا أكياس مقوناة من الأماش أو مثلا التي تستخدم أكثر من مرة متعددة الاستخدام أو التي تتم أعادة تدويرها فيبقى هذا يقلل منع الأسر بتاعت استخدام البلاستيك جميل التغذية والتغيير المناخي لهم يمكن طريق واحد في مجال تغيير المناخي على سبيل المشاكل والأسباب وغيرها بما أنك أخصائي التغذية ما هو أفضل طعام للإنسان بحيث أنه يتناول طعام وما يأثر على البيئة ويستفيد منه وعلى صحته وعلى صحته البيئة المحيطة والعالم ككل هو السؤال شوي محتاج أنه يبقى فيه وعي بأساسيات التغذية لأنه لا يوجد أفضل طعام هو الحمد لله موجود كل شيء والفايدة أو القيمة الغذائية أو الفيتامينات موجودة بتنوع في كل السمار فالمفروض أنه لو شخص عندي الوعي أو الثقافة أن أنا عندي ثقافة غذائية أن أنا أغذي جسمي فهيبقى عندي التنوع ما فيهوش أي مشكلة مشكلة فيه الإسراف فأنا ما هي مفعش أعتمد على طعام واحد أنا أعتمد على كل الأطعمة الموجودة في الهرم الغذائي لكن بالترتيبة نفسها كربوهايدريت معقدة فواكه خضروات بروتين بالزبط لكن المشكلة أننا في الإسراف أننا باكل دهون أدية هي أساس المشكلة لو الفرد ابتدى ينوع بشكل متوازن هنحل مشكلة السمنة و هنحل مشكلة البيئة و هيبقى في حلول لكن شوي نكون واقعيين يعني الأكل غير الصحي موجود بشكل كبير و بشكل يعني نشاهده في كل مكان بكل صراحة يعني في بعض الحلويات على سبيل المثال الوجبات السريعة في كل مكان بأنواعها بشركاتها هذا كلها متاح لك وبسعر معقول وسهل جدا وبسرعة كبيرة ممكن أنت تتناول هذه الوجبة هذا ممكن أيضا له دور أكيد دوت له دور في الصحة لكن المفروض أن الإنسان عنده الوعي أنه يحافظ على صحته زي ما بنحافظ على أي حق يعني نحن بنهتم بالعمل بنهتم بالعمل يعني المفروض أن أنا يعني فيه أشخاص اللي هو بيشتغل مثلا طول الأسبوع وباكتهاده وبعدما بيخلص بيكافئ جسمه أنه يأكل أشياء ضرة يعني أنا جسمي يساعدني طول الأسبوع أن أنا أدرس وأن أنا أتقدم وأن أنا يعني أعمل حاجات بكفاءة عالية وأجي أكافئ جسمي آخر الأسبوع بأن أنا أكل حلويات ومواد ضرة وإيه فلازم الشخص هو ذات نفسه هو إحساس والدخيل أنه هو المفروض زي ما قلنا ده دور الدعاية للشيء وكمان الصحبة كمان يعني السمنة لها تأثير زي تأثير كده معدي لو أنا وصت مجموعة من الأشخاص بيتناولوا فواكه أكيد أنا هاكل فواكه معهم لكن أشخاص بقوا بيرجر وبيتلوا أكيد فسلوك الفرد بيأثر على الأشخاص الآخرين ولكن من جانب آخر أيضا ممكن رتم الحياة متسارع جدا ممكن لها دور أيضا في هذا الجانب خصوصا أنا في بعض الأشخاص يقول لك أنا ودي أني أتناول الأغذية الصحية لكن ما عندي مثلا مش متاحة بشكل كبير هذا واحد ثانيا ممكن أن أكون عندي شغل فبسرعة بسرعة أضطر أني أخذ الوجبة السريعة هذه من أحد الشركات نتم الحياة بيبقى سريع في كل حي يعني بيبقى سريع كل شيء إلا الأكل إلا الأكل يعني أنا باهتم دلوقتي بالعمل فالمفروض أنه العمل أنا باهتمي به عشان أنا ليه كإنسان طبعا أنا مش قادر أهتمه بصحتي يعني إزاي هي إيه الأولوية يعني هو إيه الأولوية المفروض الجسم اللي بيشتغل والعقل ده ولا العمل فهو الشخص بيبدي العمل على جسم وللأسف أنه إحنا لو لقدر الله ماهتمناش بشبابنا أو اهتمنا بصحتنا في وقت شبابنا هي بقى عندنا سنين بعد كده بنعاني من المشاكل ونفضلها غصبا عننا فنحاول أنه نفضي شوي أو نعمل توازن بسيط الاختيارات موجودة مثلا أنني لو موجود في مطعم أو موجود في محطة موجود ثمار من الفواكه موجود تفاح وموجود تمر موجود حليب وموجود زبادي لكن الشخص يحب يبرر نفسه الأعذار يبرر لنفسه الأعذار يعني أنت دخلت مثلا في محطة البتو ولله fear ولليست رأيت صراحة موجود في زبادي في حليب في تمر في مكسرات وللنالشخص حياة لحين رتمي الحياة والأعذار اليها لكن للأسف توت مش حل في بعض الأشخاص وفعات كثيرة في المجتمع تتناول الأطعمة دائما خارج المنزل هذا ممكن أيضا يكون جانب أو تكون مشكلة كبرى أكيد أحنا ساعتها لما تتناول الأطعمة خارج المنزل ويمكن هذا سبب فعلا رئيسي من زيادة السمنة في المجتمعات لأنه في المنزل الأمي يبقى عندها الاهتمام أنها تقدم الوجبة الأفضل لأهل البيت أو للأفراد المتواجدين في البيت لكن المطعم يبقى عايز يقدم الوجبة اللي هي تشبع أكتر أو تخليه ييجي مرة تانية أو يكون طعمها أحلى ضد النظر عن القيمة الغذائية يعني كريمة زبدة أشطة كل الحاجات الحلوة لكن الأم شوية هيبقى خايفة على أسرتها فدوت من أحد الأسباب لكن برضو الشخص قادر أنه حتى لو بيتناول برن هو يختار على الأقل اللي هي أقل الأضرار أو اللي هو مش يبقى سلوك يومي حاول يعني يجيب وجبات مثلا من المنزل أو شيء يعد أشياء مسبقة تبقى تحضرها سريع يعني جميل التغير المناخي والتغذية من المسؤول عن التغير المناخي بالدرجة الأولى يعني في بعض الدول الصناعية الكبرى لها مبعثات كثيرة تؤثر على المناخ بشكل عام وفي نفس الوقت الفرد فيه سلوكيات خاطئة ممكن أن يتخذها كمنهج حياة على سبيل المثال فتؤثر في المناخ بشكل عام فمن المسؤول الأول وكيف الحال هي صعبة أوي نكتشف من المسؤول الأول لكن هي في مشكلة مجمع العالم كله فالمفروض أننا كلنا نستجيب لها يعني هو دلوقتي هنحاول أننا نصرف نظرة عن مين كان السبب ويبقى فيه ضغوطات دلوقتي على الدول الصناعية أكتر بالنهاية تستخدم الطاقة النظيفة أو أنها تشوف قعد التدوير أو يعني يبقى فيه ضغوطات أكبر عليها لكن دلوقتي المفروض العالم كله يتكاتف بأن حيث أن المشكلة دي لا تأثر على الأجيال القادمة خاصة أنه التغيير المناخي لما يحصل الخلل ده ما هنقدرش نرجع في المشكلة عندما ينقرد بعض الحيوانات أو يحصل مشاكل ما هنقدرش نعالج الموضوع ده أو نقدر نرجع الشيء ده توقت تاني فمفروض أن يبقى فيه سرعة في الحلول وسلوكيات ألف خصوصا أن آخر حصائية كانت يعني ارتفاع درجة الحرارة بنسبة أربع درجات مئوية في آخر خمسين سنة فهذا ممكن يأثر أيضا على الإنسان على البيئة بشكل عام وبشكل كبير وعلى الإنسان كمان من ناحية الأمن الغذائي لأنه دوت بيأثر على المحصيل الزراعية ذات نفسها فيه محصيل بتبقى محتاجة درجة حرارة معتدلة أيوة فدوت يأثر على أنه نسبة المحصيل ديت ألف ما يبقاش فيه أمن غذائي أو القطاع الغذائي إلا فيه فيبقى فيه تهديد على صحة الفرد أو تغذية الفرد فالمفروض أنه يبقى فيه حلول على طول بتبتدي ومن أول الحلول أنه الشخص يبتدي هو يغير في نفسه لأنه مجموعة من الأشخاص لو ابتدت تغير السلوكيات دي وتنشر الوعي بين الأصدقاء وبين الأهل هو بيبقى تحدي شوية لأنه أنا معتقد لحد الوقت أن أنا مثلا معايا صديق وهكلمه عن مشكلة البيئة وهو في وسط مشكله فهيبقى الموضوع ما في تقبل؟ أيوة كي ما في تقبل ولا ما عندي وقت أن يناقش هذا الموضوع على سبيل المثال؟ دلوقتي شوية هو المشكلة دلوقتي أنه فيه نفسية البشرة أو التفكير للفرد أو كده تغير مع عصر السرعة وكده وكمان أثر التكنولوجيا على الأشخاص أن الشخص يتمحور عنده مفهوم السعادة باللي هي السعادة الشخصية فأنه يشارك الاهتمام مش بس الاهتمام يعني بقى فيه زي نوع من أنواع الفقر المشاعر للأسف الشديد وأنه يشارك الاهتمام كمان بأصدقائه أو يشارك باللي حواليه فبقى ده شيء قليل فأنا هو كمان يبقى عنده الوعي أنه يشارك الاهتمام بالبيئة فتاة بيبقى يعني محتاج شعور أيوة مش حتاج شعور بالمسئولية من داخل الشخص لكن أحنا زي ما قلنا هو التوعية هي ممكن تغير الفكر ده ووحدة وحدة يعني هو لازم الشخص لما بيحاول أكيد مش هينجح من أول مرة يعني أكيد أنا مثلا لو قلت الصديق ليه بشرب في بلاستيك أنه دوت للبيئة أو كده يعني ممكن شوية له هو يستخف بالموضوع كم ممكن أننا بطريقة زكية أقول له لأ ده ممكن يأثر على صحتك فهو يخاف على نفسه أكتر من البيئة فيبتدي هو يغير السلوك ده بعد كده يبقى عنده اهتمام بالبيئة فالطريقة ذات نفسها لكن لازم يبقى فيه بداية يعني حتى لو لقينا من الأول الرفضة أو اللي هو عدم الاستعاب الكامل للمشكلة ما فيش مشكلة لكن كترم الكلام فيها هيبتدي الشخص لا يستوعب لا هو فيه مشكلة بيتكلمه عنها كتير هيبتدي يبقى فيه أصل إجابة ويستوعب يكون فيه من بعدها اهتمام ذكرتي ممكن البرامج التواصل الحديثة الانترنت هذه ممكن يكون لها دور أيضا في توعية أفراد المجتمع خصوصا أن فئات كثيرة في المجتمع تتعرض لكل هذه البرامج برامج التواصل الاجتماعي تويتر سناب شات أو تويتر أو الإستجرام على سبيل المثال فنستغل هذا التقدم التطور في هذه البرامج الحديثة لوسائل الإعلام لحل هذه المشكلة للتوعية لهذه المشكلة خصوصا أنه مثل ما ذكرت فيه متلقين كثير من خلال هذه البرامج هو أكيد أنه للإعلام دور أثر كبير جدا في أنه يغير فكرة الأنساء فدوة شيء حلو قوي لكن لو فعلا وسائل الإعلام أو الأشخاص أو الأفراد أو المتابعين أو الحسابات تبدأ تهتم بالقضايا النفع دي هيبتدي يبقى لي أثر في عقل الأنسان كمان فيه شيء حلو اللي هو الاستخدام الفن أو الأبداع فإن أنا أوصل المعلومة للأفراد لأن المعلومة العلمية شوية تبقى جفة فمش كل الأشخاص بتتقبلها ومش كل الفئات لكن الفن أو دور الإبداع أو الإخراج أو الفن أنه يصور الشيء بطريقة بسيطة وتكون إيجابية أكتر بحيث أنها تبقى متقبلة للأطفال وللشخص اللي هو عنده مشكلة ومتدايق يعني عارف أنه مثلا لو شخص متدايق ويومه ما كانش حلو وفتح تلفزيون بتكلم عن البيئة أو شيء ممكن يبقى لا عايز يشوف شيء لكن لو مثلا معمول بتصوير جيد أو اللي هو حماسي أو شيء إخراجيا إخراجيا أو يبقى فيه بدور الإبداع الفني أنه يأثر في سلوك الفرد بطريقة إيجابية أيضا حتى دور المؤسسات التعليمية لا بد أن لها يكون دور كبير أيضا في هذا الجانب و أنا في دراسة خلال مدرسة يعني كان جانب كبير متوعي للبيئة وهمية البيئة أيضا في هذا الجانب فدور مؤسسات التعليمية بشكل مختصر من أجل حلها هو الحمد لله دلوقتي في دولة الأمارات في دور كبير جدا وكل المناهج الدراسية لكل المدارس بيبقى فيها توعية لكل الفئة يعني كل الصفوف وكل الأعمار حتى للموظفين وللهيئات وكل شيء فدوت لي أثر الحمد لله كمان في بعض الدول لازم أنها وقت الاتفاقيات أو كده أنها يتم حس الجهات المتخصصة أنها يتم نشر الوعي ده خاصة لنحن زي ما قلنا هي مش مشكلة بتواجه مكان هي مشكلة دولية أو مشكلة عالمية بتواجه في أي أثر سلبي لدولة أكبر من دولة ده هيأثر علينا إحنا كلنا ككل ككل السادة سارة عندي فاصل فاصل قصير ثم نعود وبقوة معنا حياكم الله مشاهديين كرام ورحب فيكم في آخر فقرة من البرنامج مع أخصائية التغذية سارة إبراهيم تحدثنا بشكل مفصل عن المشاكل البيئية التغير المناخي من الهواء من ارتفاع درجات الحرارة من التغذية وأثارها أيضا على التغير المناخي كيف ممكن نحن نكون معتدلين في حياتنا أو ما يكون في هدر في الطعام السادة سارة إحنا زي ما قلنا أن هدر الطعام دي مشكلة كبيرة ونحن هنتجنبها أننا ما نشتريش كتير لكن لو مثلا أن أنا شتريت بيبقى في بعض التقنيات أو بعض الأساليب أن أنا أحافظ على أن أنا ما هدرش الطعام ده طبعا كل مكون غذائي بيبقى يختلف عن المكون الآخر مثلا الفواكه أو الخضروات بأن أنا أجمدها في الفريزر وأستخدمها وقت ما أكون عايز فحاول أن أنا سمر الفواكه أستخدمها أو أن أنا مثلا يبقى عندي مجفف وأقدر أن أنا أجففها فدوض بيحفظ يعني هو المجفف دلوقتي متوفر موجود شيء بسيط أن أنا أحصل عليه كان زمان قبل كده صعب ممكن أن أنا مثلا شريح التفاح بدل ما التفاح يسود أو شيء أن أنا أطعه يجفف هيبقى زي تفاح مجفف منه قيمة غذائية عالية ومنه أن أنا أقدر أخذه معي في العمل أو في المدرسة أو في أي شيء وفي نفس الوقت أن أنا حفظت أن أنا ما أهدرش الطعام ده كمان لو أن أنا مثلا عملت مثلا كمية من الطعام وحبيتش مثلا تاني يوم أن أنا أتناولها ممكن أن أنا أستخدمها بشكل آخر يعني مثلا لو مشاوي ممكن أستخدمها مثلا أن أنا أعملها في صلصة بشكل آخر فيبقى كأنها وصفة جديدة أو أكلة جديدة أو واجبة جديدة فيبقى فيها قبول أكتر أن أنا أتناولها أهمية استشارة أخصائي التغذية في هذا الجانب مهم جدا توقع التتقيف في جانب التغذية مهم جدا لأفراد المجتمع هو المفروض طبعا بما أن التغذية لها أثر على المجتمع وأثر على صحة الأشخاص وبما أنه دلوقتي فيه إسراف في تناول الطعام فدوة دور أساسي أنه شخص يبقى عنده وعي فدوة دور أساسي لأخصائي التغذية للمثقف الصحي كمان للوزرات أن هي بتثقف الأفراد ذات نفسها الهيئات بتثقف الموظفين ذات نفسها على اتباع سلوكيات صحية مش بس في التغذية طول اليوم في الرياضة في الحركة القلوس كل شيء جميل دكتورة عندنا معلومة طبية قديمة نشاهدها معا مشاهدين الزرنيخ كان الناس قديما يدخلونها في كل أشياء تخص الطب ويجربون كل ما يحيط بهم في التداوي والعلاج حتى وإن كان ذلك الشيء ساما وقاتلا فبالرغم أن الزرنيخ هو أشهر السموم وأكثرها فتكا بالإنسان إلى أنه استخدم لقرون عديدة كدواء خصوصا عند الصينيين الذين أدخلوه في صناعات عديدة من الأدوية بل استخدمها في علاج الملاريا وغيرها من العلاجات للأمراض من القرن الثامن عشر حتى الخمسينيات من القرن العشرين ممكن هذه معلومة طبية طبعا في بعض العادات والتقاليد ممكن موجودة منذ القدم لكن أثر التطور ممكن أزال كل هذه العادات والتقاليد هو المفروض أن الإنسان لا يعمل نفسه حق للتجارب أمان جارة أيوان المفروض أن أنا أي شيء وكمان المفروض أن أنا لما أسمع أنه فيه شيء لأثر سلبي حتى لو على نسبة قليلة من الأفراد إني أضرب لحضرتك مثال لو مثلا فيه دواء وقالوا أن الدواء يأثر على الكبد بنسبة 1% هل تظن أن هذا نسبة كبيرة أم قليلة؟ نسبة 1% هي نسبة قليلة قليلة لكن بالنسبة للشخص الواحد ده اللي هو تأذى دي كانت صحته دي 100% هو خسر 100% يعني بالنسبة لي أنا كمتلقي للمعلومة 1% دي نسبة قليلة لكن للشخص اللي كان محظوظ وبقى عنده المشكلة اللي هي الواحد دي هو خسر 100% من صحته فما ينفعش أن أنا أي حاجة أن أنا أسمعها أو خاصة في التداوي أو ده أسأل مجرب أو 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 كمان حتى الأدوية اللي بيتم صرفها بشكل حتى بدون وصفة طبية مسكنات الصداع مش عارف أي ما ينفعش أن أنا أستعملها كأنها حلويات أو يعني أن أنا أكل منها أقول لا عادي أصلا أنا مصدعه كل يوم لأنه ده يعني العقار ده بيبقى سم يعني حتى كل العقارات اللي احنا بنتناولها هو صنف تصنيفه أنه هو سم لكن السم يستخدم للعلاق فما ينفعش أن أنا أستخدمه كأسلوب حياة يومي مفروض أن أنا أستخدمه في أضيق الحدود لو أنا فعلا بعاني من مشكلة صحية كبيرة جدا مش قادر أن أنا أتحمل الألم لكن ما ينفعش أن أنا كلما أبقى مصدع أخذ مسكن للألم عندي سناني أخذ مسكن فأعيش على الأدوية بشكل يوم هذه ممكن من سلوكيات الخاطئ اللي نشوفها في بعض الأحيان حتى ممكن مثلا على سبيل المثال أي التهاب معين على سبيل المثال أو ألم معين في الركبة مثلا في الكتف على سبيل المثال فيروح للصيدلية ويأخذ أي دوة يأخذ مقموعة من الأدوية في النهاية بدون وصفة هذا هو المنطق هذا السلوك ممكن نشوفه في المجتمع سلوك خاطئ كيف نوعي والمشكلة حتى لو بالوصفة الطبيب يصرف كمية كبيرة من الأدوية وحيانا يبقى الأغراض التي هي مادية ويبقى صرف الدواء بما أن الشخص الحمد لله عنده تأمين مثلا فيصرف له دواء كتير لكن الشخص بيبقى المفروض عنده الوعي أنه يأخذ الدواء اللي فعلا محتاجه ويقول للطبيب على المشكلة اللي هي فعلا بيواجهها ما يستسهلش أنه يأخذ الدواء لأنه الدواء دواء أسر سلبي بيبقى على الكلا طرد السموم يعني أي دواء احنا خدناه في عمرنا ما بيتمش التخلص منه إطلاقا يعني بيفضل نسبة حتى الدواء اللي أنا خدته في الطفولة مثلا بيفضل نسبة منه موجودة في جسمي فقدر المستطاع أن نأخذ في أضيق الحدود جميل ننتقل معاك دكتورة إلى فقرة إرشادات السلامة الوقاية من ضربة الشمس قد يتعرض البعض لوقوع ضربة شمس مفاجئة لأسيما في فصل الصيف وأكثر الناس تعرضا لضربات الشمس العمال في مواقع عملهم الخارجية طبعا الشركات توفر لهم وسائل الوقاية ولكن يجب التحدث عن إرشادات السلامة بشكل عام التي تتمثل بضرورة شرب الكثير من السوال مع تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تؤدي إلى الجفاف واستخدام غطاء رأس مناسب والإكثار من تناول الفواكه والخضار وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة التي لا تمتص أشعة الشمس طبعا هذه إرشادات جدا مهمة دكتورة تعليقك دلوقتي درجة الحرارة الحمد لله أنه بقى في قوانين بتحد من العمل للعمال في فصل الصيف في ساعة لكن مفروض برضو العمال كل شركة تحاول تواعي العمال على الإرشادات السلامة خاصة أن الشركة مسؤولة عنهم فهذا هيقلل العب الاقتصادي أو المالي على الشركة ذات نفسها أنا أتجنب الشيء فأنا أتجنب المشكلة خير من أن أعالجها كمان الملابس أو هي للعمال ده يبقى شيء المفروض أساسي أنه يغطي كمان اليد علشان درجة الحرارة لا تأثر على الجلد لأن درجة الحرارة بيبقى لها أثر سلبي على الجلد أكل الفواكه والخضرات المفروض أنه دايق إما الشركة هتوفر أو العامل ذات نفسه يوفر ويبقى إجباري لأنه بعض الفواكه والخضرات بيحتوي على فيتامين بي وفيتامين بي خلال العمل أو خلال ده بيتم زي اللي هو خسارة فيتامين بي لأنه فيتامين بي ده من الفيتامينات اللي بتدوب في الماء فلما الشخص بيحصل أن هو بيتعرض لدرجة حرارة عالية بيبتدي أن هو يفقد فيتامين بي من الجسم فلو ما تناولش كمية من الخضرات دي ممكن يحصل هو زي التشنب في العضلات تعب إجهاد فهو علشان سلامته علشان كمان الإنتاجية بتاعة العامل المفروض أنه هو يتناول الخضرات والفواكه يشرب سوائل أو عصائر ويتجنب اللي هو بالملابس أنه هو يتجنب درجات التعرض للدرجات الحرارة يعرج مرتافع نوعا ما يتجنب أنه هو يتعرض الجسم كمناطق كبيرة من الجسم لدرجة حرارة الشمس أو اللي هي لأشعة الشمس جميل طبعا دكتورا ننتقل معاك ومع مشاهدين الكرام لهذا التقرير عن شخصية أثرت في عالم الطب ونعود نستكمل حوارنا ترجمة نانسي قنقر إذا نشاهدنا معكم مشاهدين الكرام عن هذه الشخصية العظيمة التي أثرت فيها الطب وهي الشخصية أبو بكر محمد بن يحيى زكريا الرازي طبعا أكيد فيه علماء كثيرين فيه المسلمين أثروا فيها الطب بشكل كبير وله إنجازات كثيرة وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة والمراهم الطبية فأثر خصوصا أن نشاهد المراهم الآن بشكل كبير فهو أثر بشكل كبير في الطب بالفعل كمان من الحاجات الحلوة ذكرها للعالم أبو بكر الرازي إنه هو كمان أثر على إنه إزاي الشخص أو إزاي اختيار الأجواء المناسبة للمستشفيات يعني كان أول تجربة أيوان هو إزاي جرب في أكتر من مكان مع قطعة لحمة ويشوف إنه أنه مكان هتفسد فيه أكتر فدوة معنى إنه هو جو غير مناسب للعلاج وبما أننا بنتكلم عن التلوس الهوائي وبنتكلم على مشكلة التغيير المناخي فدوة يدل على سلامة أن الفرد مرتبط قوي جدا بالهواء النقي والذي هو استنشاق الهواء والهواء اللي هو موجود فيه نسبة أكسوجين أعلى أشجار أو تشجير بشكل كبير طبعا في الأخير الأستاذة سارة إبراهيم خبيرة في التغذية والصحة العامة شكرا على حضورك معنا اليوم في برنامج ميزان الصحة وشكرا على كل المعلومات التي قدمتها لنا بخصوص التغيير المنائي وعلاقتها بالتغذية وكيف نحن ممكن أن نخفف من هذه المشكلة العالمية بما أننا جزء من هذه المشكلة وأتمنى الأفراد إن شاء الله تبتدي تستقيم ويبقى فيه وعي دائما بالمشاكل لديك شكرا عليك طبعا بهذا نأتي إلى أختم حلقتنا لهذا اليوم برنامج ميزان الصحة أتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومة مفيدة فنشوفكم إن شاء الله في حلقة يديدة وعلى السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة